احتفل في مدرية الأمن العام بتخريج المشاركين بورشة العمل التفاعلية الخاصة بالمدراء اللاجستيين والمعنية بالاستغلال الاستراتيجي التي عقدت بدعم من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وذلك بحضور مدير الأمن العام بلناب العميد الركن الدكتور مهتصم أبو شتال حيث عقدت هذه الورشة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية جي آي زيد حرصا على دعم مسيرة التنمية المستدامة في مدرية الأمن العام والاستمرار في إدامة مستوى التنصيق المتبادل مع الطرفين وبما يضمن مزيدا من الدعم المؤسسي لبرامج الدعم القطاع للعدالة والأمن والقانون في الدولة الأردنية وناقش المشاركون خلال الورشة التي استمرت ثلاثة أيام أساليب تطويرها وأدوات علمية وتقنيات جديدة داعمة للسياسة اللوجستية في مدرية الأمن العام ترجمة نانسي قنقر